كمان بالمناسبة امبارح فريق منشستر سيتي وصل لجدة عشان هيكون على معاد مع مواجهة الفريق الياباني اروة بكرة الساعة 8 مساء واللي هيفوز اكيد من مباراة بكرة والارب اكيد يعني هو منشستر سيتي واللي هيفوز برضو من مباراة النهاردة ان شاء الله هم اللي هيتقابلوا في نهاية بطولة مونديال العالم للاندية وزي ما حضراتكم متابعين قدامكم على الشاشة خلاص وصلت حفلة منشستر سيتي او بتوصل لفندق الاقامة وده كان امبارح ووصلوا لجدة عشان يكونوا بيستعدوا لمباراة بكرة المباراة تجمعهم بفريق اروة الياباني الساعة 8 مساء يمكن منشستر سيتي لان اسمه كبير جدا لان هو صاحب الالقاب الاكثر وتتوجات الاكثر هو الاكثر يعني مرشح للفوز بالبطولة دي والوجود اكيد طبعا يعني بطبيعة الحال في النهائي ونتمنى اكيد ان النادي الاهلي المصر يكون متواجد مع الفريق ده فريق الانجليزي منشستر سيتي في نهائي بطولة مونديال الاندية الا لو حصل مفاجآت بالنسبة لمنشستر سيتي